اهلا بكم الى موجز اخبار الان شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما لا دعا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطاب امام الامم المتحدة وقال الوزير ان ترامب اطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم اكبر تهديد للسلام اعلن خبراء زلازل صينيون ان الزلزال الذي سجل في محيط موقع الاختبارات النووية في كوريا الشمالية لم ينتج عن اجراء اختبار نووي جديد وقال مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان ان تحليل البيانات تحت الصوتية اكد ان ما حصل ليس انفجارا نوويا بل يحمل مواصفات زلزال طبيعي اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب السبت ان التجربة الصاروخية الجديدة التي اجرتها ايران تزيد من الشكوك في جد والاتفاق النووي واعتبر ترامب في تغريدة على تويتر انه ليس هناك اتفاق نووي فعلي مع ايران بعدما اختبرت صاروخا باليسيا بعيد المدى وبعدما اثبتت تعاملها مع كوريا الشمالية نفذت قوات مكافحة الارهاب العراقية السبت عملية امنية واسعة لتطهير مناطق تابعة لقضاء الحويجة من تنظيم داعش الارهابي واوضح بيان خلية الاعلام الحربي العراقي ان العملية تستهدف تحرير منطقتين النمل والزوية الواقعتين غرب القضاء قتل ثمانية مدنيين وجرح اخرون السبت بقصف مدفعي للنظام على حي جوبر جنوب سوريا واسفر قصف قوات النظام بقذائف الفوسديكا على شارع المحافر في الحي من مواقعها المحيطة عن جرح ثلاثين مدنيا احدهم طفل وبينهم حالة حريجة اسعف الى مركز جوبر الطبي على اطراف بلدة عين ترما اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليسيا فوق خميس مشيط ودمر منصة اطلاقه في اليمن وكان الجيش اليمني اعلن السبت اسقاط طائرة استطلاع وتجسس تابعة لميليشيات الحوث الانقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد في عملية انهية ثالثة من نوعها خلال اقل من اسبوع اصيب خمسة اشخاص على الاقل في هجوم بالاسيد في غرب لندن وفق ما اكدت فرق الاسعاف في حين اعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به مستبعدة فرضية العمل الارهابي وقالت الشرطة انها اعتقلت رجلا بشبهة الضلوع في هذا الهجوم نجح علماء في خلق اجسام مضادة فائقة الكفاءة قادرة على القضاء على 99% من سلالات فيروس نقص المناعة البشرية وقال الباحثون من المعهد الوطني الامريكي للصحة انهم طوروا جسما مضادا ثلاثيا الرأس يهجم قدرة فيروس نقص المناعة البشرية على اطفراته وتغيير مظهره نهاية الموجز الى لقاء نشكركم على متابعة قناة التلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب واذا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة